السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد ازايك يا جماعة يارب تكونوا بسروا في افضل حال النهاردة ان شاء الله جايدكم فيديو فيديو الفيديو اللي احنا هنعملوا النهاردة ده هو ده يعتبر اجوبة على اسئلة ناس كتير بالزاد في حاجة معينة او في موضوع واحد ان شاء الله كل الناس يا جماعة بتشتكي من البادة الصغيرة وديه يمكن اكتر من سؤال جه فاحنا النهاردة بازن الله هنعملوكم الحلقة بخصوص البادة الصغيرة وبخصوص الفراخ اللي ما بتبتش انا جايب لكم مكون كويس جدا جدا علشان الناس اللي دايما بتشتكي الفراخ دايما عنده اطعباد الفراخ دايما البادة بتاعتهم صغيرة ويعتبر اجوبة الحمال فانا عشان كده عملت تلك النهاردة وصفة والوصفة ده يا جماعة ده يعتبر موجودة في كل بيت ماياش غريبة ولا حاجة ولا هروح نجيب حاجة من عند العطار ولا اي حاجة الوصفة نحن هنعملها دي ده موجودة في قلبي بيت معلاك اللي ان تهجبها وهتعمل ياكي طيب ايه هي الوصفة تعالوا بقى كده كلتنا نعمل لايك في الفيديو ونسمى لو نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل تحت كده نضغط لايك وبعد ان نتبع تاني نشوف الفيديو بتاعنا تمام يلا بنا تعالي هقول لكم بقى على حاجة بصوا بقى اول حاجة اه صغر البادة ده ببقى اللي التغزية يعني ببقى الفراخ المعاكة مش متغز كويس طيب هنعمل اه دي اول حاجة خلي بالكم منا ده قلة التغزية للفراخ يعني ممكن فيه ناس اه بتستهطر بالطيور بتاعتي لان فيه طبعا العلم ببقى غالي شوية او ببقى يعني الداش بقى غالي شوية يعني فيه ناس اه ممكن تقول لك ايه هعتمد على اكتر البادة وبس لا مش هينفع لازم اهم حاجة يكون الفراخ بتاعك يعني واكل نسبة بروتين عالية اه زي مسلا داش العيش اللي اه ممكن نحط عليها على الضياط الحاجات ده كلاتة اللي احنا دايما بنقول عليها دي اول حاجة ماشي احنا عملنا الكلام ده كلاته هتبص تلاقي الفراخ معاك باسم الله ما شاء الله للبود بتاعه دايما في الزيادة يعني هتبص تلاقي الفراخ دايما العنقوب بتاعه معاك حاضر وانا اتكلمت عن موضوع ده يمكن اكتر من مرة هتقول لك يا جماعة العلم في الضياط ده كويس جدا لو انت خدت بس كابشة حططاها على اكل البادة بتاعهم ده هيبقى كويس جدا للطيورة عندك ده هيزود من حجم البادة بتاعتي لو انت سيبت طيور بتاعتك كده ممكن اضحك عليها بلقو 200 عيشة فالفتونهم وخلاص هرميهم شوية اكل باد كده وخلاص هسيبهم لأ فانت عرفة ان البيض طبعا هيبقى صغير معاك وكمان هيقل العنقود يعني مش هيبقى في العنقود بادة انما طول ما الفراخ بتاعتك وكلة كويس انا ايه نعم انت اتقولها مش هيبقى ما انت قلت اكلهم بالطاقة انا قلتلك يا جماعة اه اكلهم بالطاقة انا بقول لكم اكلوا مرتين لي على اساس ان انت مسلا توفر في العنق وفي نفس الوقت يكون الطيور بتاعتك وكلة كويس متغزية كويس متغزية ازاي? انا بعمل لهم دايما خلطة وقلتلك قبل كده الخلطة بتاعت الصوت بتبقى من الكونة من عيش داش اه الحاجات اللي هي زي ديه شوية على الفياض شوية ردة على حاجات اللي زي ديت الردة حلوة برضا فيه ناس بتقولي لا الردة ما بتبقاش حلوة للطيور لا يا جماعة الردة حلوة للبيض وللطيور لان الردة فها نسبة كالسام ودا حلوة اول البيض والناس دايما بتشتكي اه البضة عند بتبقى بريش او البضة بتبقى الاشرة بتاعتها رأيها الحاجات ديه كلتا دي بتبقى حلوة الوجبة ديه بتبقى كويسة جدا الصبح يعني مثلا الصبح بنعلفه مع الفي كويسة جدا اللي هي بتبقى خلطة اللي انا قلتلكوا عليها ديت بنجي العصر لو انا عندي بواقي بيت ولا حاجة شوية عايش شوية رز وخلي بالكوا يا جماعة الرز ده كويس جدا لو انت عندي بواقي رز حتها لأكل الطيور وبسم الله ما شاء الله هتشوف البيت بعد كده النهاردة انا عمل لكم الخلطة دي كويسة ان شاء الله هتشوفها معي معلش يا جماعة بس عشان صوت الرمع عليه شوية وانا بصورته في قلب القوضة فمعلش عشان لو هو عمل صوت ازعج ولا حاجة خلوا بالكوا يا جماعة الخلطة اللي انا عملها النهاردة ديت او الكلام ان انا بكلمه دوت ده مش بالنسبة للفراخ بس لا بالنسبة للفراخ والبطوروم كل انواع كجيورة عندك انت بترفيها كل الكلام دوت بنطبق عليه تمام عشان لا حدش يقولي طب بالنسبة للفراخ لا بكلم على متى على كل الطيور طيب لو انت عندك بواقي سمك تنظيف سمك ماشوك اي حاجة برضو قلتلكوا تلاحظ طول لو عندك خضار خاص خيار اي حاجة برضو نفضل تمام كل الحاجات دي فا بروتين وفا بيتامينات كويسة جدا بتغزي الطيور عندك وبتكبر من حجم البيضة يعني خلاصت الموضوع ده كل جماعة اللي احنا بنقوله ان السبب صغر البد عندك ده ببقى قلة غزك يعني قلة بروتين الفراخ معاك مش واحد نسبة بروتين عالية لان لو انت عايز البدرة تبقى جبيرة معاك اي نعم انو كنت دايما اقول لكم لو الفراخ شمرت ده ببقى شيء طبيعي ان البدرة بتاعته بتبقى صغيرا يعني فيه ناس دايما بتبعتلي بتقولي الفراخ بتبقى صغيرا ده شاء طبيعي لو الفراخ لسه مبشرة معاك بتبقى البدرة صغيرة بعد كده عما بتربت انا عن قول بتبقى الفراخ يعني البدرة بتبدأ تكبر شوي انما لو انت عندك الفراخ ببضت مسلا مرة واتنين وثلاثة ولسه حجم البدرة صغيرة كده معاك ده يا جماعة دي ببقى نقص بروتينيات فانت الفراخ عندك هي نعم بتاكل بس مش بتاكل الحاجة اللي هي بتبقى فاها غزك كويسة يعني بس بقى انا قولوك على الحاجة تعالوا كده نخسام الله واتنين بسم الله الرحمن الرحيم شايفين البدرة ده كده يعني كده لما لسه تكسف اه انا عندي بد صغير عنده بد صغيرة هوت البدرة جماعة لسه بتاع فراخ مبشرة اللي انت شايفين ده هو ده فراخ لسه مبشر علشان بس قد يعرفكم البدر مبشر وبقى شكله ايه تعالوا بقى نشوف الفرق التاني ده بيت فراخ ده بيت فراخ كبيرة اللي انت شايفينه ده هروف له بقى الفرق ما بين البدرة الصغيرة اللي هي لسه مبشرها شايفين ايه? انما ده البدر كبير باسم النهوة شايفين حجم البدرة عاملة ازاي? ده بتاع الفراخ الكبيرة يا جماعة?, العتاج. تمام? فاحنا عايزين الحجم البد بتاعنا يبقى كبير زي ما انت شايفين بالحجم ده كده. طيب هنعمل ايه هنعمل بقى الخلطة اللي أنا عاملها النهارده وانشاء الله تشوفها معي. اما بقى لو انت عندك الفراخ كبيرة وبتضل لك البضة الصغيرة قدي دي كده ده طبعا لازم تقلقي وتسألي برضو وان شاء الله هتعمل الخلطة اللي احنا هنعملها الناردة داية وبعدها بازن الله هتشوفوا بقى حجم الفراخ عندك اه وهتشوفوا بقى ان شاء الله حجم البضع عندك عمل ايه فتعالوا بقى كده نشوف الخلطة اللي انا عاملها المهاردة اللي دايما اقولوك يا جماعة بناعملها دي دي شاء اساسي انا بعمله الكتير بتاعتي على طول دايما شايفين دي عيش اهو عيش مع داش لو فش يعني في شوية ردة ولا حاجة انا بحطوهم آآ كل الكلام ده كلاته بس اهم حاجة بحط داش وبحط عيش تعالوا بقى كده نشوف الخلطة اللي انا عملها النهاردة اول مكوين لنا هعملو النهاردة معكم دي يا جماعة شايفين انا عامل ايه بقى ده رز اللي انتم شايفينه ده ده رز الرز دي وديه اكتر حاجة هيخلي الفراخ تبض معاك وتخلي الفراخ البودة بتاعتها تكبر وتبقى بسم الله ما شاء الله احسن البودة اللي هي بتتشارى من بره عارفين بودة المحلات اللي هو بتبقى بودة المازالة والحاجات دي ده ده يخلي بالكو يا جماعة الرز دي لو انت دومت بس عليه كده عملت حتى مرتين تلتة في الاسبوع بسم الله ما شاء الله شوف حجم البود بعدها هيبقى عامل ايه وشوف كمان الفراخ اللي لو انت عندك الفراخ بودة عزيز او يعني كل فان وفان عالمة بتبض هتبص تلاقي دايما عنقود بتاعها محضر معاك كل يوم هتبض معاك بيد ده جماعة الرز ده ده ببقى فيه نسبة بروتين عالية خلي بالكو في معادن في بروتين وفي بسم الله ما شاء الله هقولك كمان ده بيقى اول مناعة بتاعتهم يعني الرز ده بيقى اول مناعة بتاعتهم في نسبة ده تمنات كويسة جدا ده اللي بيخلي البود بسم الله ما شاء الله يكبر معاك ويخلي دايما الفرخ محضر لعنقود يعني دايما الفرخ بيبت باستمرار تمام? آآ حتى لو احنا عملناها لو انت عندك كمان كاتيكات صغيرة زي اللي عندنا ديت آآ الفراخ اللي هي اللي عمره شهرة او واربعين يوم جوا ديت ده ان شاء الله برضو دايما اعملها له مع طول ده هتخلي الفراخ تيكبر معاك بسرعة السروع ده كده يا جماعة حطنا الفراخ زي ما انتم شايفينه هوت وهنسبة الفراخ تاكل من العلفة بتاعتك دي اعتبر علفة كليتها بروتينات كويسة جدا للفراخ بالشكل ده كده يا جماعة الناس دايما بتاعنا من قلة البيض او البضي بتاعها صغير ولا حاجة بتاع التراخ بتاعتك ده هتخلي التراخ عمدها يكبر ويبقى كويس دي الحاجة بتاعي يبقى كويس تعالوا بقى نشوفوا الميا بتاعتنا هنحط لها ايه? انا عندي المياهيات بالميا بتاعت الرز لو انتم حاسين ان هي شوفها عاملة ازاي? عاملة زاي هلا بياكل. اكلنا كلاتها ينشي. ده يا جماعة مية الرز. ده بتبقى برضو لها فوض كويسة جدا للتيور عندي. انا دلوقتي هحط للتيور عندي في المياه. تمام? هنحط كده نص الكمية في المياهيات. كده خلص خلصنا همت حطنا للفراخ دلوقتي. الرز وحطنا المية اللي هي اللي عنا زي النشا دية للفراخ عنده. لو الفراخ عندها اسهال عندها اي حاجة ده بيقضي على الاسهال خالص. وخلي بالكوف كمان فيه نسبة كويسة جدا من الفيتامينات. اه للتيور بتاعتها. ده بقى ممكن نحنا نعمله مرتان في الاسبوع لو انت مسلا تبقاش عندك من المطبخ ولا حاجة. اه رز فايد. او لو انت عندك رز من بوائي مسلا الغدى بوائي بيت. الحاجات ده كلاتها. ده ممكن تغنيك على انك انت تسلقه المقصوص. يعني لو انت عندك مسلا بعد وقت الغدى ولا حاجة بتبقى عندك رز ولا حاجة. ده ممكن تحطوله الطيور عندك بالشكل ده. ما شاء الله هيبقى الطيور عندك صحتها كويسة وهو عنده يعني ايه? النسبة للبروتين العالية اللي هي ممكن تخلي البيضة تبقى كبيرة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اضغطوا لديك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.